موسيقى شهدين كرام مرحبا بكم مع برنامجكم الحواري حديثوا مع الصحافة ضيفون هذا المساء والسيديون سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للحديث عن السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة لخلق فرص من الشغرين أكبر بالمغرب ولتشجيع المقاولات الصغرى وأيضا الحديث عن الحوار الاجتماعي بلدنا وكيف تنوي الحكومة الإجابة عن مطالب مختلف الفرق الاجتماعيين بطبع حال إضافة إلى مواضيع أخرى مرتبطة بالقطاع الذي يسيره سيديون سكوري وأيضا موادع سياسية أخرى. مرحبا بك مرحبا سي عبد الله وشكرا على الاستدافة شكرا لك لحضور ديان معنا إذن بدأوا بالتعليق كما نعدفرنا عن مجموعة من الأحداث التي تميز هذه الأسبوع. بدأوا بيوم أمس نظر بأن المغربة يوم أمس عاشوا المتفرجين المغربة عاشوا على أعصابهم خاصة بعد مقابلات المنتخب المغربي الأقام 23 سنة ضد ناديره المالي. انتهت بفوز المنتخب المغربي. تأهل نهائي بطولة إفريقيا. وأيضا تأهل لألعاب أولمبيا باريس سنة المقبلة. تفرجت في المجموعة سيونس كوري؟ تفرجت في المجموعة. كيف عشتك؟ وأنا تعجبني الحال من المجموعة يطول. وخاتت كل بلدي اللعبة. لماذا؟ لأنه فعلا الوقت القانوني انتهى. ومع الأشوات الإضافية. وززنا الدربة الترجيحية. وتسنينا حتى الآخر عد باش تأكدنا من الربح. هو الحمد لله الفريق دينا فريق كبير. ولكن الفريق المالي كذلك كان فريق كبير جدا. عدد كبير من اللعبة يكونوا في بطولات احترافية. وبالتالي طبيعي جدا على أنه نواجهه خصوم يكونوا قويين. وخصنا نولفو من اللي وصلنا لنصف نهاية كأس العالم في قطر. خصنا نولفو. ويكون عندنا واحد ضغط كوروي مختلف. وعدد كبير ديال الدول غيبوا يلعبوا معنا. وما غنكونوش. يعني في ذاك الأرياحية اللي كانت عندنا قبل. وبالتالي بالعكس. وشرف لنا أن العابة دينا هزوا الراية ديال البلاد مرة أخرى. ودازل نهاية. ودازل الألعاب الأولمبيا ديال السنة المقبلة. كيف أرى الشغف هذا الشغف في طبيعية الحال بكورة القدم في موجودة من سنوات المغرب. ولكن الآن ونحن نشاهد واحد المشاهد. يعني بأنها جميلة بطبيعة الحال. كنشوفه أوصر. كنشوفه أطفال. كنشوفه أائلات. كنشوفه نساء رجال. يعني الكل في ملعب كما شاهدنا يوم أبس. كيف أرى التحول هذا اللي والله في العراقة بكورة القدم في المغرب؟ هذا التحول بكورة. لا 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 بالعكس. هذا التحول سي عبد الله. أنا كنت في صين الأسبوع الماضي. وكانت لقاءات مع ناس تقرروا مع الصحافة في هذه البلاد. والأسئلة لم تكن تطرح على الموضوع اللي كنا فيه. اللي هو موضوع اقتصادي إلى آخره. على الكورة المغربية. وبالعربيات المغربية ديالنا كيقول لك كيدرتوليها. غيب سرولنا كيدرتوليها. نحن دول عندنا إمكانيات عندنا 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 ولكن كيدرتوليها. أنا فخور أنني عايش في عهد العهد ديال صاحب الجلال نصره والله. اللي شفنا في العهد دياله. واحد طورة مغربية في عدد كبير ديال المجالات. من اللي كتشوف الكورة المغربية وصلت لهذا المستوى هذا. ومن اللي كتشوف الشعب المغربي كيطيق الشباب دياله. والتي كتبان له الرياضة كفرصة من الفرص. هذا الشيء رام نسابع المستحيلات. وهذا الشيء اللي بغيت نأكد عليه. ما جاء شيء غير هكاك. رأي نتاج واحد العمل واحد تخطيط واحد ندرة استباقية واحد الحكامة. وهو اللي يعطى هذا المستوى هذا اللي وصلنا له بالكورة المغربية من طرف أطر مغربية. كان فيها اللي تيمارس على بره. كان فيها اللي تيمارس الداخل. إذن هذا الشيء جعلنا ننطيقه أنه كيف مادرنا هذا الشيء في الكورة. رأي يمكن أن يدر في مجالات أخرى. وهذا هو الحلم المغربي. لهذا الجيل اللي عنات الحد في البداية لهذا القرن هذا كنتمي له. عاشوا وشافوا بعينه. ومشي غير عودونا عليه جدودنا ولا أبأنا. سوف ندر معك الموضوع اللي هو مقلق أكثر. فكنا نعرفه بأنه الآن المغرب. وكنا نحسو بها حد. يعني بأن المغرب يعيش واحد الموجة دي الحرارة. ليس فقط مغرب. أيضا دول أخرى يعني بأنه بدنا نصلوا حد ضرارات قياسية في ارتفاع الحرارة. كنا نشوفه أيضا بأنه قضية الماء أصبح هناك مشكلة أزمة. أزمة تدبير بأنه لقضيات أولوية وطنية كبرى. ماذا تشوفه سيس كوري بأنه المغرب والحكومة اللي انتو تطرف فيها واعين بالتحولات الكبرى الآن. اللي كينك عارفها المناخ. اللي كعارفها المغرب. وبأنه قادر بأنه يواجهها. أو لا تعطينا بزاف. اللي اعطي الله ده. هو بدون إلقاء اللوم على السياسات اللي كانت في الماضي. لانما شي متباعتي هذا النوع دي الكلام. نقول لك أنه في المجالس الحكومية دينا ديمة أو تقريبا في كل مجلس حكومي كانت تعطيه لهذه المشكلة بطريقة من الطرق. لماذا؟ لأن الوقع دي التحول المناخي المغرب والله من الدول اللي جاءت في الواجهة. بعد ما كنا كنا نعتبر رأسنا في واحد وقت ربما بعاد على هذا المنظر. ولكن نحن في الواجهة أولا نتيجة المناخ لكين في بلدنا. قلة التساقطات. كتعطي البطالة. كتعطي مشاكل في العالم الفلاحي. كتعطي مشاكل في العالم القراوي. كتعطي هجرة. وما إلى ذلك من الأمور. الماء. الماء يقدر يؤثر على وحد عدد المناطق كوجهة سياحية. وكخدمات كذلك للمواطنات والمواطنين. انتظام ثلاثة الإنتاج على المستوى الدولي. لكي لا توجد فوقتها. والزرعة توجد فوقتها. والخضرات توجد فوقتها. والعدد الأمور توجد فوقتها. إذن لقنا رأسنا. ماشي بوحتنا إحنا ودواء آخرين. في فسط. وحد العدد التحولات. ماشي غير شكلية. لو كان الجو سخن. لو كان الجو برد. لا. أولت المكلة لديها ثمان واحدة آخر. أولت الإنتاج فيها مشكلة. أولت السلاسل فيها عدم انتدام. وبالتالي نحن كمحكمة أولا واعيين. ثانيا درنا خطوات عملية. وأهم هذه الخطوات التي جاءت في استرجاع ما فات. لأنه كان واحد وقت ضائع كبير للأسف الشديد في الاستثمارات اللي كانت بلادنا قد تديرها في واحد العدد ديال المراكز ديال تحلية المياه باش نتأكدوا على أنه بلادنا هاد المادة الحيوية اللي تقول فيها الله عز واشل وجعلنا من الماء كل شيء حي تكون في متناول المواطنات والمواطنين ولكن ولكن نقولها كمواطن ما زال خصنا نديروا نبجود أكتر في ترشيد هاد المادة هدي واللي كان القارس عنده الحد أنه يحل هذا البزبوز وطيها بالدكلمة وتيدير الدوش أو لا تدير كذا يتفكر على أنه راكين صعوبات كثيرة في مناطق خرى والناس تتضرب كيلومترات وأميال لكي تصل لي كين أيضا هاد اليوم وحد النقاش يعني واحد حالة من بديل الضبابية وصلنا وحد جدال ماشي بطبيعة الحال ماشي جدال وطني ولكن كين مرتبط بسرعة ديال سيدة غيتام الزور وزيرة المنتدى باب الانتقار الرقمي وإصلاح الإدارة يعني عن إلزامية استخدام اللغة العربية في الإدارة العمومية وفي القطاع الخاص توضيح تلكم فضل القضية هذه مش نصحيح شمال الخطأ وش فعلا بأنه كل آن في القطاع الخاص وفي القطاع العام ملزام باستخدام اللغة العربية لا هو هذا باللغة العربية والأمازيغية وما لغتين رسميتين ديال بلدنا دستوريا إذا مللي كي يجي واحد شعب وكي يصوت على واحد دستور وكان نشوفوا التاريخ ديالنا وكانقولوا على أنه وهذه اللغتنا واحد الوقت خصنا نأجرؤوا هاتش ممكن شي بقى شعار الأجراء أخصت تكون أجراء دكية واقعية وطنية ومسؤولة أنتم مشتو على أنه في عدد القطاعات تزنى كذلك اللغة الإنجليزية وكان نحن غادين نحن تنهبطوا من المستويات في التعليم في الأسلاك ديالنا باش يولجوا تلمد ديالنا لهذه اللغات اللي عندها أو تني إشعاع دولي ومستوى دولي وكان نظن من طبيعي جدا على أنهم اللي تكون في واحد الإدارة مغربية أنك تتعامل باللغة ديال بلادك ولكن ليش أي منها بطبيعة الحال من الفتاح على اللغات الأخرى لأن اللغات الأخرى تقدر تكون لغات بطبيعة الحال ديال العمل والمغرب ماشي بلد منغالق على نفسه المغرب على هذه الأسواق اللي كان هدروا عليها رح تتجي من خلال استقطاب واحد العدد الفورة الستثمارية استقطاب واحد رؤوس الأموال وهذا هو الإشكال اللي عندنا حنا كان نواجهه دبع وهذا شي بغير يكون شي غير بالعربية ولا بالأمازيغية غير يكون بالعربية والأمازيغية والإنجليزية وباللغة اللي قصة تكون يعني كيف كتشفت النقاش الحالية ديال اللغات هو بش نقاش جديد نقاش قديم ولكن الآن صباح يأخذ واحد يعني شكل آخر يعني حاول استخدام العربية والأمازيغية والإنجليزيين بالدول الفرنسية ونعوضوها بالإنجليزيين كيف كتشفت النقاش الآن اللغوي في المغرب هو شو صحي أو غير صحي هو كنخصنا نفرقه ما بين الشكل والمضمون إذا كنا قد نتكلموا عن اللغات غير باش تكون واحد شوفينيا معينة كان نظن عنها المغرب الحمد لله بين في التاريخ دياله على أنه أعلام من هذا الشي بكثير المغرب ديما تأقلم ديما كان واحد بلد فاعل في المحيط دياله الجهاوي والمحيط دياله الدولي وغير بقى المغرب فاعل وهذا شي تيبان من خلال الكفاءة ديالنا اللي كانين في العالم كله إذا كنا نعبع اللغة ديالنا لخدمة المصالح ديال بلدنا وديالوليدتنا وديالشعوب ديالنا وتكون واحد لغة كنفتخروا بها نعم وكان دول دارت أمور كثيرة في هذا المجال ولكن الخطأ هو أنه الإنسان يغلق راسه في واحد القوقعة اللي ما ستعطي التشفاء إذا لغتنا العربية هي لغة الداد ولغة القرآن لغة الدين ديالنا كذلك ونحن نفتخروا بها ونبدلوا فيها مجهود ونزيد ونطورها واللغة الأمازيغية هي لغة ديال بلدنا وهي الطاريخ ديالنا وهي جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية واللغات الأخرى هي لغات اللي بها نوريو الوجه المشرق للمغرب للدول وثقبية بعد الإنجازات الكروية ديالنا عدد كبير ديال الشعوب ماشي فقط ديال الأنظمة أو المقاولات تتطلع باش تشوف هاد المغربي اللي كتلقاه قدامها في شي بلاد ولا في شي عاصمة ولا في شي حي في شي بلاد كي داير حتراها من نوجة وهادوك الناس الخلي كي داير إذن غمشوا معاك الآن محاول البرنامج المتعلقة بالوزارة اللي انتم تسيئوناها ويلتح بينا السي هو ديال المدن مدير موقع الـ 360 سوادي مرحبا بك مساء الخير سيد بلا شكرا على استدافة مساء الخير سيد الوزير ساعد خير شكرا لك إذن بداية من الأمور اللي جاتت بالحكومة ديالكم اللي هي خلق مليون منصب شغل محاربة البيطالة وتشغيل ولكن نرجعنا لأرقام خاصة الأرقام ديال المندوبية السامية التخطيط ولكن نعود رائزا على ذلك الجدل لما بين الحكومة وما بين المندوبية نجد أن نسبة البيطالة وصلت على الأقل بداية السنة اللي حالي لأرقام مقلقة واللي المغرب ما عرفها منذ سنوات ما هي استراتيجيات ديالكم باش توضعوا حد لهذه القضية هذه وبأنها فعلاً خلق ناصب شغل اللي وعدتوا بها وبأنها قضية تشغيل بأنها تصبح هي القضية الأولى على المستوى الشماعي في مغرب هو جميع حكومة العالم الشغل لها الشاغل هو تشغيل وإذا ما كانش تشغيل ما كانش إدماج اقتصادي ما كانش شروط العيش اللي كان بغيناهم المواطنات والمواطنات نحن هذه الحكومة هذه عندها أهداف والأهداف علنت عليها وهي سائرة في إنجازها الإحصائيات اللي جابتها المندوبية السامية اللي تخطيت هي إحصائيات تحترم لأن هذا الجهاز وطني عنده واحد الوسائل البحث والتقصي اللي هي مهمة جداً وهي إحصائيات أنا تلقاها عادية جداً لأنه في البداية ديال أي سنة منذ هذه تقريباً ربع سنين تكون واحد الارتفاع طفيف في نسبة البطالة وتيعود ينخفض في واحد يعني في جوج مرة في السنة وتيعود يرتفع في واحد الوقت أشنو قاعد هذا العام عندنا هذك السؤال اللي ترحتي في الأول وقع أنه التغييرات المناخية عطات واحد تغييرات كثيرة جعلت أنه مجمل وظائف اللي تكلمت عليها المندوبية السامية اللي تخطيت من ذلك الـ 280 ألف رواح الـ 260 ألف هو عمال إلا قريته التقرير بالتدقيق غير مؤدى عده في العالم القاروي بالأساس في أغلبيته إذن هذو واحد الناس كانوا يخدموا مع والدهم يخدموا ويعاونوا ما يتخلصوا رب ما نقولوش أنه هذك الـ 200 ألف اللي فقدت الوضائف دياله ليس الناس كانوا خدامين وفي شركات وعندهم صريح في صندوق الوطني الضمان الاجتماعي وعندهم كذا وفقدوا رب ما يتخلصوا هذا عمل غير مؤدى عنه ما يتخلصوش فيه أو ناقص في الأداء وكذلك الوظائف التي تفقدت بالمفهوم ديال التعريف في الستاتيستيك اللي كان إحسائي اللي كان وهو وظائف كذلك في القطاع الصناعات التقليدية اللي فيها مساعدين من نفس النوع طبعا في الحال كان القطاعات تفقدت بعض الوظائف ولكن خلقات وظائف أخرى للأعقام اللي عندي ديال الناس اللي دازوا فقط فقط من الوكالة الوطن يليئين أو أنكت يعني لا هذين ناس كانوا نعرفون بسمياتهم بالتصريح في الصندوق الوطني دمال اجتماعي بالأداء ديال الوجراء بالمشغل يعني هذاك موقع فقط 120 ألف كيف تلسل نحن نعتقد بأن نسبة البطالة اللي كان في المغرب في المتنم شهر مرش وهو 12.9% هو ارتفاع موثيمي ولكن الواقع هو كذلك بأن هذا الارتفاع نسبة البطالة هو ارتفاع يعني هيك لأن هذا المؤدل هذا المغرب ما شافوه تقريبا كيف ذكرنا بالعهد ديال الحكومة 6 سنوات يعني تقريبا أكثر من 10 سنوات ما عمرنا وصلنا لهذا 20 سنة 20 سنة لأنه ما حما نتعلقوا نتعلقوا كحكومة وينجدوا جميع الخطط العملية لكي الناس تلقى الوضائف فيها الارتفاع الذي كان هو ارتفاع 0.8% بالنسبة للسنة الماضية الذي كان الارتفاع فيها أكبر في هذه الفترة هذه ولكن يكون خفات كيف مخدامين وبقوا أولوا بلا خدمة. ما شي واحد الناس كانوا يتخلصوا ومشات لهم لأجراء. ما شي واحد الناس كانوا مصرح بهم صندوق الوطني الدماء الاجتماعي وفقدوا الوضع. لا هادو الناس اللي كانوا حسب التصنيف المعياري او ذاك التعريف ديال البيطالة اللي عندنا. يعني عمشي جانوا التعريف ديال البيطالة. كاتسولوا واحد الانسان واش كي مارس واحد العمال. ما شي واش مخلص ولا ما مخلش فيه. ما شي واش مدكلاغي يعني مصرح بها ولا ماشي مصرح بها. اللي خصنا نفرقوا ما بين هاد الارقام هي ارقام مهمة. نعود نقولها. وما بين العمل. ارقام صحيحة. لا ارقام. جميل وانه ما كتشككش في الارقام. لا ما كتشككش في الارقام ديال من دبياستاني التخطيط. شي اللي لاحنا واحد. ما عنده وزراء اخرين في الحكومة. لا عنده وزراء اخرين. انا نقول لكم شنو 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 الفكرة. الفكرة هي ان القطاع ديال الصناعة مثلا. كنت تكلموا على خصوصا برياض مزور ووزير صناعات. اللي كان عنده جدل. لا صناعات. يعني الشغل في القطاع ديال الصناعة. ما عقول ما يكون هاد النقاش. اولا بعد ما شنو تفهموا. المؤسسات ديال بلدنا مؤسسات تحترموا جميع الوزراء تحترموها وهذا شيء طبيعي وهي مفخرة تكون لدينا مؤسسات كتعطيه ارقام باش كنتفعلوا معها وهذا هو الدور ديالنا. تانيا انا الارقام عطيتكم واحد تحليل اولي ديالها. ومن الامور اللي كانين في هذه الارقام مثلا. لأول مرة في الارقام اللي كنتعطيه المندوبيا السامية كنخلق تسعيد وعشرين الف منصيب شغل مؤدا عنها. مؤدا عنها في الواسط القاروي. قول يا منين جاء هاد المنصيب شغل مؤدا عنها جاء من الاوراش. لأول مرة. او غمشي باك الاوراش. كمكمل. خلينا نقول غير واحد القادية باش نتمنى باش نكون في الجواب تكزع مع السؤال ديالك. اكتر مئة الف منصيب شغل تخلق في القطاع الصناعي. ولان الصناعات تعريف ديالها شوية واسع. في حتى الصناعات تقليدية وفي واحد لعدد الامور. ولكن في الامور اللي ما عنداش علاقة مع التجارة لان فيه تفقدات مناصيب الشغل. في مجال الفلاحي غير المؤدا عن الجفاف. هذه الحقيقة. تغييرات مناخية كبيرة بزاف. هذه ما عمرنا ما شوناها في حياتنا. يعني ما عمرنا ما شوناها. هذه الحقيقة. ثانيا في التجارة. التجارة الصغيرة اللي كتعرفوا عندها علاقة مع هاد سلاسل الانتاج مع هاد توريد. اللي عندها اشكاليات ديالها. بينما رغم فقدان بعض المناسب الشغل في القطاع الصناعي تم خلق مناصيب اخرى. الارقام ديال مئة الف اللي تخلقات الحمليفات. رحنا غادين في المخطط ديالنا ديالابع مئة الف منصيب شغل بالصناع. والارقام. الارقام. نقول لك الوكالة الوطنية نعشغل الكفاءات اللي كان حاولوا ندقوا وراهدرنا لها واحد لإعادات هيكلة شاملة باش نوصلوا لأكتر من سبعمائة الف الناس كانوا كبوهم. عوادات ثلاثمائة الف. بوحدها عطتني مئة وعشرين الف. في الفين وين وعشرين. ادو مناصيب جديدة كنعرفهم واحد بواحد. ماشي استاتيستيك. ماشي. وغير في البداية ديالات السنة اربعين الف منصيب شغل. الى حدود ميل. افريل الفين وثلاثة عشرين. اللي بسميتهم وبكنياتهم وبالاسماء ديال المقاوالات وبالتوطين ديالهم. ولكن هذا ما كيعنيش انني بغيت نقول على انه لا. هنالك اشكالات ونحن نواجهها بشيئين. اولا. عودنا المتاق ديال الاستثمار لان اللي كي خلق الشغل. القار هو الاستثمار. ومنطقة الاستثمار ماذا ما كملناش. يالله دا ووزنا. يعني التنظيم المنظومة ديال الاستثمارات الكبيرة. لفوق خمسين مليون ديال الدرهم. ودبا من هنال الخرد اللي العام. سندوزو المرسوم اللي كيتعلق بالدعم ديال الاستثمار في المقاوالات الصغيرة جدا. اللي هي للتدكير. تشغل كتر من اربعة وسبعين في المئة من يد العاملة. في القطاع المهيكل. واخر حاجة نقول هي الإصلاح الكبير. اللي خدمنا عليه بزاف. باش نوجد دول الأجواء دياله. وليه صعيب ديال مدونة الشغل. اللي هي من الحلول الأساسية. اللي غتشوفه ان شاء الله بإذن الله. بعد هذا الإصلاح هذا. غيقع واحد من فراش كبير في سوق الشغل. وهو منتظر من طرف الجميع. ولكن بغينا يكون باحترام العمل اللائق. تضل. إذن. بدأوا فعلين بهذا البرنامج ديال الأوراش. اللي هو برنامج طاموع. اللي صدت له التولى. يعني إمكانية مهمة. جوجة 25 مليار ديال دياله. 250 ألف مستفيد. هذا البرنامج تعرض مجموعة من الانتقادات البعض. كي يرغب بأن هذا الوراش مش يحل للمعضلة ديال البطرة اللي عاد تكلمنا عليها. لأن الأمر يتعلق بمناصب عمل مؤقتة. وبالتالي فالمرضودية الاقتصادية دياله. العملية هي محدودة. لأن الحكومات تحدثت على المرحلة الثانية ديال برنامج أوراش. ولكن ما شفناش شي حاصيلة مدققة ديال المرحلة الأولى ديال ديال الأوراش. معدنش الكارتوغرافي ديال البينيفيزية. توزيع المستفيدين عبر المدن والقرى. معدنش طبيعة الأنشطة للاستفدات من هذا البرنامج. وعدد المستفيدين اللي تم إدماجهم إلى غير ذلك. في غياب هذه المعطيات. كيف يمكن تقييم المرحلة الأولى ديال برنامج أوراش؟ لا. هو بالعكس هذه المعطيات كينة ووزعناها على الجسم الصحفي. وربما شكرا على سؤال ديال نعود أن ندقوا فيها. أوراش برنامج ناجح لأنه الحمد لله في أقل من ست شهور حتى السبعة شهور في السنة المادية قدرنا أنه يخدموا مئة وعلاف ديال الناس. هدو ناس معروفين كيف ما قلتكم واحد بواحد في الكارت ناسيونال في الورش اللي مشافيه. في الندينة أو القرية اللي يخدم فيها في الورش. في المدة اللي يخدم فيها في الورش. إجمالا كتكون واحد المدة ديالي ربع شهور تلس شهور. يعني واحد الإنسان اللي. هذا كالإنسان اللي لأننا قبل ما ندره أوراش باتفاق مع السيد رئيس الحكومة بالوزراء المانيين. ندرت جولة في 12 جهات الجهات المغرب. وعودت هذه الجولة مرة أخرى. في هذا العام لماذا؟ لأن وقتاً تكلموا في الإحصائيات وفي التقارير التي تتشوف في الناس رأيها كي يكون لقاء مختلف. ما نخرج من هذا الشيء؟ الناس كانت محتاجة في البداية دي العهد لهذه الحكومة دي التي تعينات من طرف صاحب الجلالة. الناس اللي كانت عندها والو. وخصوصاً الناس اللي ما عندهم تشي ديبلوم. عندهم صعوبة كبيرة باش يلقوا واحد الوظيفة. من اللي بشي تكنسول مع الفروق للعمل. لقينا أنه هذا الوحد العدد كبير من الناس اللي يستفدون من الأورش. إذا كانوا يخدموا يخدموا في القطاع غير المهيكل. وإذا صوروا لا يفوتوا 800 درم في الشهر. هذا الشيء لا يخدموا ولا يدخلوا باركة. وانتحسبها في العام. إذا خدموا الإنسان عام. ما هذا سيأتي؟ مالذي كنا كنا نتذكر في حكومة. قلنا أول مبدأ سنفعله وخطة كلفة لغالية. لا يوجد شيء واحد في هذا الناس اللي ستتقل من السميكة. وهذه الناس ستكونوا في غالبية الأحوال ساكنين مع عائلاتهم إلى آخرين. يعني ما ذلك البركة اللي كتجيرها. لا بأس بها في واحد العدد من المناطق. مخصوش نقيسه على المراكز لحضر الرياضية. فأوراش مية وربع آلاف. تقريبا ثلاثين في المئة دي للنساء. وهذه التورة حقيقية. لأنها في العمل اللي درناه مع العمال ومع رؤساء المجالس. ومع حدب الوزارة ديالتالين. ووزارة الشباب. الرياضة. قلنا لهم ديروا لنا أوراش اللي غيمكن يخدموا فيها النساء رقمانة الأرشيف. شفنا واحد العدد النساء خدموا في رقمانة الأرشيف. واكتشفنا واحد عدد الأمور. أول حاجة اكتشفنا في أوراش. سبعين في المئة ديال الناس. اللي خدموا في أوراش ما عندهم حتى شي ديبلو. مليك تدخل شوية في التفاصيل. كتلقوا واحد عدد كبير منهم قاري. يعني عنده المستوى ديال الرابعة إعدادي. تسعة ديال دبا. عنده المستوى ديال سنة الأولى ديال التانوي. ما بعدش هاد الناس عن الباك. عنده المستوى ديال سنة الثانية. عنده مستوى ديال باكالوريا. وكي ما نجحش فيه. فهاد الناس هادوي اللي أعطيناهم واحد تكوين. غيقدر يجيب الله التي سير في واحد العام القار. وهذا شي اللي درنا في أوراش جوش. إذن أوراش جوش. اخذينا الخلاصة من أوراش واحد. وقلنا غادي نبدلوا شوية المقاربة. غادي نعاونوا أكثر المقاولات اللي بغاوا يخدموا الناس في إطار كيفما قلت وانت عندك الحق. عمل يكون طويل. مستدام. مستدام. عطيناهم ألف وخمسمائة درهم. لكل واحد كي يتم يعني التوظيف دياله في هاد المقاولة هادي لمدة تسعة شهور. ولكني أول مرة المغريب دار واحد البرنامج يمكن يخدموا فيه الناس اللي ما عندهمش ديبلوم. إلا شتي البراميش في هاد ثلاثين سنة الأخرى باش تاخد شي دعم من الدولة اللي كانت تقدير الوكالة الوطنية اللي عاش تشغيل مثلا. هاداك الخصم ديال داربة على الدخل ولا داك الاداء ديال الحصة المشغل ديال الصريح ديال صندوق الوطني الضماني الشماعي. كنت ديما كتشترت فيك تكون قاري وليتكون قاري بزافقة. ماشي شوية. دا بقولنا لا حتى هاد الناس اللي كيشكلوا داك واحد فاصل الاربعة مليون ديال اللي نيت لما في وضعيات لتشغيل راساء او تشغيل. راساء او تشغيل. هاد ناس هادو شكلوا غادي تكلف بيهم. وفيهم وفي الضمانة ديالكم كوزارة. على ان هاد الفرص ديال الشغل غادي تكون مستدامة. يعني واحدة في المرحلة الثانية دا باكين الشرط اللي شرطوا على هاد المقاولات اللي غادي تستفد من تحفيزات ديال الدولة. نعم. على اساس ان هاد الناس هادو لمدة ديال اتناعشر شهر. ما الضبط. اتناعشر شهر. واش هذا هو عامل قربة مستدامة. يعني واش ما كانت ممكن انكم تشرطوا مثلا خمس سنين ستسنين الى غير ديال. حاولنا نشرطوا سنتين في اوراش اللولى. ما اعطتش النتيجة اللي اخساتاتي. نتكلم معك بكل صراحة. لان شركات خارجية من كوفيد. السلاسل اللي انتاج العالمية مقلوبة. الاسعار مقلوبة. اشكاليات حقيقية وقع في العالم كله. يعني ما تنساش. لان المقاولات اللي كتوظف كتوظف. كيكون عندها واحد الافاق. اروا خاتجي تعطيها تخلصها انت باش توظف تقولك اللاسيدي. وثانيا الناس كتنتظر كذلك الاصلاح الكبير اللي اللي خسنا نديرو في مدونة الشغل. اذا استراتيجي ديالنا واضحة. او راش دزنا من بضع الاف العمل طويل الامد. الى خمسين الف. هذا هو الهدف اللي عندنا في هذه السنة. ستشوفو في الايام القليلة المقبلة ستكون واحد مبادرة قوية في هذا المجال. بواحد اللي كنت خادك شي هو هذا. والناس سيخدمون ان شاء الله. هذه اللولة. ثانيا كاين واحد الاهتمام كبير للمقاولات ديالنا. الاستفادة من هذه الخدمات. ولكن المقاولات قالوا لنا. ما تعطينا شغير. خدمة عمومية واحدة. هذا بادي الأوراش. لا. اعطينا الباكيج. ونحن وجدنا هذا الباكيج. ثلاثة ديال مليار ديال الدرهم. اللي هو البرنامج الانه مقاول برنامج آخر درناه. باش المقاولات الصغيرة والمتوسطة تقدر تستفد من تخفيض ديال كلفة ديال العمل. عبر هذا 1500 درهم ديال الأوراش. عبر واحد برنامج اسمه تحفيز. اللي عنده واحد تحفيزات كبيرة جدا. وعبر برامج اخرى عندنا. باش ملك يجي واحد الرب المقاولة. كي يلقى رسو عنده واحد الحزمة ديال التشجيعات. وكتلقى عندها معنى بالنسبة لي. وانحيض له البيروقراطية. رمكين مكفس من البيروقراطية. يعني الوقت اللي يخصك باش تستفد. سيوسكوي. انا مقاول بسرعة عرب ما سقدر سعطينا فكر على انا مقاول. شكل يقدر يستفد منها. انا مقاول برنامج جديد دارت الحكومة واطلقناه في الوزراء. فيه مئة ألف مقاولة ومقاول. ماشي جداد. طبيعة الحال جداد مرحبا بهم. ولكن ما بغيناش نخلقهم مئة ألف مقاولة اخرى. لا. بغينا نتوجه المقاولات التي تعمل في القطاع غير المهيكل. اللي ما كتصرحش بجميع المستخدمين ديالها. نعاونوهم في الكرة. عندهم حتى العشر ألف درهم بالسنة. كمساعدة ديالهم في الكرة. نعطيه المقاولات الصغيرة اللي عندها رقم معاملات كتر من مليون ديال درهم. شك ديال الاستشارة اللي قدر ما بين عشرين ألف درهم حتى المئة ألف درهم. نعطيه المقاول الداتي. وهذا ما عمر المقاول الداتي ما استفد من شي حاجة عملية في بلادنا. نعطيه شيك ديال تكوين بعد يكون راسه. إلا كانت تكوين مع مجموعات الناس ديال ألفين درهم. وإلا كانت تكوين خاص له عشر ألف درهم. وقدرنا اتفاقية مع الصندوق مع المكتب الوطني الذي ينعيش شغل الوكال الوطني على شغل الكفاءات. لأن نشك تلقى هذا المقاول الداتي لهذا المقاولين الصغر كيدوك يكونوا خدامين ولكن مرة مرة يخصوهم يزيدوا يحسنوا من الكفاءة ديالهم في واحد المجال معين. وزيد عليه هذا البرنامج ديال أوراش جوج في الشق دياله اللي كيتعلق بالمقاولة الصغيرة جدا باش كتقدر تأخذ الناس تخدمهم معك. رملك تجمعت شي كامل كتلقى أكثر من ثلاثة درهم على ثلاثة ديال سنوات. وإجراءات عملية في أكثر من ثلاثمائة وكالة اللي كنوجدوها ديال الوكال الوطني اللي عاش شغل الكفاءات. الوقت كي مر بسرعة بغيت مشي معك أيضا نقطة بأخرى فهي ديك مدول المهن والكفاءات. كنا عارفوا بأنها عند وحد دور ربما يتم تقديمها بأنها عند وحد دور كبير خاصة في التكوين المهني في التكوين ديال الناس اللي غير يمشون للسوق الشغل. كنت قلت بأنه في الدخول المقبل سيكون سبعة وجدين. على رباش نفهموا شوية شنية بعدها مدول المهن والكفاءات لأنك سمعوا فيها بسعف. ولكن لقد رسيت تشرح لنا شهيد مدول المهن الكفاءة. شمال هدف منها. مرحبا سيد عبد الله. هذا مشروع كبير ديال سيدنا اللينسرو. كانت واحد الخارطة الطريق طلقت في 2019. إشراف ديال صاحب جلال نصر الله. في واحد العدد ديال النقاط. نقطة التانية اللي كان هنا في هذه الاستراتيجية هي أنه لازم المغربي توفر على مؤسسات من جيل جديد. كتعطي واحدة تكوينات من جيل جديد. من هنا جاءت الفكرة ديال مدن المهن والكفاءات. ليس فقط مراكز لتكوينات. كل مدينة من مدن المهن والكفاءات كان هناك جهة من جهات المغربية. يعني 12 جهة توازيها 12 مدينة. المدينة على اسمها مدينة لأن فيها قرى متكاملة. كان قرية سياحية. كان قرية صناعية. كان قرية فلاحية. كان قرية في المهن الصحية. تقدر تكون قرية في المهن الدكاء الاصطناعي والرقمنة. واحد العدد لحسب الجهات. وكانت نقاش مع الجهات لكي الأولويات بعض المطالب الملحة للاقتصادية في هذه الجهات تكون مضمنة في التكوينات التي هناك. العدد الإجمالي للناس هو 34 ألف من الناس الذين يكونوا في هذه المدون المهن والكفاءات التي يقرأوا. ما ندرنا؟ في واحد الوقت وجيز جداً وجدات أربعة ديال المدون المهن والكفاءات. ومطلقت الدراسة فيها. وشتوا؟ تجشيل كبير لدر صاحب جل نصره الله المدينة المهن الكفاءات ديال تمسنة. هي جهة الرباط القنيط الأخرى. لديها طاقة الربعة وربعمية ديال الناس التي تقيد فيها أكثر من ألف ومئتين ديال الناس. التي تضطفوا فيها مياه ديال المؤطرين. وبدأ فيها العمل. وفي هذه القريات هذه اللي قلت لكم. وفيها ما يسمى بمنصات تطبيقية. بمعنى من لك تجد تقرنت واحد المسار في المجال ديال الفندقة مثلاً. أرى عندك أوتيل ديال الربعاء ديال النجوم فسط المدينة ديال المهن والكفاءات. ما كيفية شي فيه الناس. ولكن في غرف نموذجية. كيفية تمرن فيه. ولكن بالمواصفات العالية باش تخرج أقرب ما يكون سوقشو. فيه التوجيه فيه اللغة. في الوزير مقابل الإنجاز ديال أربعة ديال المدن مع الكفاءات. كين واحد تعطر واحد تأخير في إنجاز ديال واحد العدد ديال المدن مع الكفاءات. والواقع السبب من الناس بشوتيق الواقع. السبب يلقوا بأنه هناك مقاولة اللي إخدت هاد لمعشي بثلاثة ولا أربعات ديال هاد المدن اللي اللي تأخرت. وهذا المقاولة أفلست. والسؤال واش مكنش في إمكانكم أن كنت وجدوا حل مع هاد المقاولة باش ما يكونش واحد تأخير في التنفيذ ديال خارطة الطريق. شكرا على هذا السؤال. أولا نقول لك أربعات المدن ديال الميهن والكفاءات وجدات وانطقت فيها دراسة وهو في حد ذاته واحد الإجراء غير مسبوق لأن هذا كش كتير وكبير في قليل. وممكن أن نقول لك تلقات الدراسة يعني المدينة وجدات وتجهيزات كاينة والأساتي دادازو والنظم البداغوجية كاينة واللغة كاينة والانتخانات كاينة وكل شيء كاين. ثلاثة ديال الميهن والكفاءات الأخرى رغم الصعوبات يعني ما تنسوش كان واحد ارتفاع صاروخي للأسعار ورأى أي واحد عرف هذه الأمور بقينا مستمرين فيها وغادي توجد إن شاء الله هذا الدخول هذا في هذه السنة هذه إن شاء الله. إذن أربعة زائد ثلاثة ستعطينا تقريبا سبعين في المية منطقة الإجمالية ديال المدن الميهن والكفاءات كتر من ستعشرين ألف مقعد بيضاغوجي من ذلك الربعة وثلاثة ألف. قاوة في أعلان أربعة. قاوة أربعة. ظهر هذه المشكلة هدف سنة الماضية وظهر في المغرب كله في مقاولات أخرى في قطاعات أخرى. كان هذا المنشور الذي يدار السيد رئيس الحكومة الذي يعطيه واحدة من الجوج. يعني إما كان أخرى واحد ستة شهور. يعني تنفيذ ديال الصفقة حيث تكون هدو صفقات ديال البنائية إما إلى المقاولة ما قددت لسبب من الأسباب. كتقدر توقع الفسخ ديال العقد. هذا شيء بدأ في المنتصف ديال الفين واثنين وعشرين. ولكن خلينا واحد الوقت. وحاولنا وقدرنا واحد المجهود كبير لأن هذه الصفقات كانت مقبل. باش نشوف جميع الإمكانيات باش تقدر استمر العمل. أصباحها من صعب جدا استمر العمل. وتم فسخ العقد تقريبا في شهر عشرة من سنة الفين واثنين وعشرين. كحكومة. نحن نكونوا واقعيين. لأن هناك إزمة. هناك إرتفاع صاروخي. المقاولة كل واحدة والبنية ديالها. صفقة دازل حسب يعني الشروط التنافسية التي هي معروفة. ولكن مليكي وقع المشكل نحن نحل له. لكن ماذا ندرنا؟ عقدنا المجالس الإدارية. يعني كتعرفوا القرارات تخصى في المجالس الإدارية التي تخصى تكون. درنا وجهنا الميزانية ودخلنا في قانون المالية. تدخلت هذه الميزانية في الميزانية ديال المكسب الوطني والتكوين الميهني. والتعاودات يعني السفقات. المستراء. كي اللي يعطى النتيجة. حيث بمدينة الميهني والكفاءات ديال المراكش عطت النتيجة بارتفاع كبير. أكثر من 300 مليون ديال الارتفاع. كبير. لي نفس السفقات. تخيلوا. ورقوم معرفين ملاحظون ديال المتعاودة. الى ملحثون. اللي يشير بالألومنيوم. سوف يعرف على الألومنيوم. سوف يقوم معرفة كما يقول لي. إلى آخري. إذن ورع الألقام تضربت في 3 أو 4 في واحد عدد. ووخس تلقى باعدة. تتلقى هذا الججاج وتتلقى هذا الألومنيوم. أ لانتهى لا تلقى. إذن واحدة جبلة في هذه السيار. الله سوف نفتح الأضرافين إن شاء الله في هذه وعلى هذا الوطنت. بقي يستمر العمل. وإن شاء الله سيستمر كل شيء في طريقه. قبل محور آخر، مقاوة غير في هذه القضية أيضاً التشغيل. هناك مشكلة آخر أيضاً في المغرب. فهو القضية الهجرة للكفاءات الخارج. يعني بأننا مثلاً نكون الناس في المغرب. نكونهم على مستويات كبيرة في بعض التخصصات. كي بدأوا يشتغلوا ويأخذوا تجربة. ولكن نرى أن الناس الآن حالياً وليس جديدة. ولكن الآن هذه الطاهرة أيضاً تتسارع. لأنهم يمشون. يغادرون المغرب. القطاعات هي ربما مهمة. الأفشورينج مثلاً نرى في المعلومات. نرى أيضاً حتى في الطب. لأن هناك حاجات للدول الأوروبية في هذه القضية. كيف ترى هذه القضية الهجرة الكفاءات من المغرب إلى الخارج؟ يقول لك أن هذا شيء طبيعي وطبيعة حال مع العلماء. هذا لا يمكن أن نحبس واحد يريد أن يسافر ويفارق البلد. أو لك ترى أن تخلق مشكناً كبيراً للاقتصاد الوطني. وهذا ما بعد المفكرين بدأوا يتكلمون على أننا مررنا من عولمة الإمكانيات والفرص هذه الشيء الذي يزوين في العولمة إلى عولمة المشاكل. وهذا السؤال الذي طرحته هو في صلب هذه القضية. هذا مشكلة عاويس وحقيقي. وحاولنا ندره فيه شوية الاستباقية وشخصياً تأخذ لي تقريباً 30% دي الوقت. لماذا؟ لأن كانت تأتي واحدة البلدان لا ما نسميها. واحدة البلد الأوروبية محتاجة تقريباً مليون دي الناس. كانت تأتي وتوضع واحدة شروط البلدان كانت لديهم واحدة الفيزا معقدة إلى آخرين. ذلك شروط الفيزا تحيدوها. وتعطيوا واحدة عدد الإمكانية. بطبيعة الحال واحدة عدد الدول شروط أدنى. شروط أدنى. واحدة عدد موارد البشرية ستبغي تمشي. نحن في المغرب واحدة نرجوش. يا إما سنظر وظهرنا لهذا الشيء الذي وقع في العالم بعد مرحلة الكوفيد-19. وسنقول وكأن هذه الأمور لا تعنينا ونضروا ذلك الخطاب العلاقنا واللاحنا. يا إما سنشوفوا في المشكلة قبلتنا وسنتعاملوا معه بشكل براغماتي ولكن مع تبويء المصلحة الوطنية القيمتها. إذا عمليا أولا اللقاء مع النضراء دي الوزارة اللي كان شرف عليها اليوم فهذه الدول هذي اللي عندها هذي الأهدف. كلهم مشتهم. مشتهم. وكان دوز واحد وقت خارج أرض الوطن ومع الصفارات دي الهم هنا باش نتفهموا على واحد الإطار واضح للعمل. بغيتوا تخدموا الناس مرحبا. أولا مغربة دي النا إذا كانوا يمشون بلاسة يستفدوا من الشروط التي يستفدوا منها المواطنين دي الكم. في الأداء في الأجراء في الضمان الاجتماعي إذا كان شي مسكن يكون إذا كان شي حاجة تكون إلى آخره. تانيا تانيا ما تجيوش جيبوا لنا تاخدوا الناس عبر واحد العدد دي ال ليغيزوا. وكيوقعوا مشاكل ومبعد يقولك لا وسطا إلى آخره. إذا أريدنا أن الوكالة الوطنية لنشغل الكفاءات وإذا أردنا إعادة هكالة شاملة لفترة أو الحجم مرة التي كانت قبلها. أردنا مديرية خاصة في العمل المغاربة في الخارج. ثالثا أريد الكفاءات المغربية لم يكن مشكلة. ولكن لدينا أولويات وطنية. لدينا قطاع الصحة. لدينا قطاع التكنولوجيا. ولكن هذه إشكالية دولية. لن يفيد لذلك المواثنين المغربية لديهم الحق يعمل في العالم. ولكن نحن نفرر لذلك الشروط المناسبة. إذا الاتفاق الذي نجعله مع هذه الدول هو لكي لا يكون استنزاف الأطور. ويكون شجاعة سياسية لكي لا يريد أن يأخذ الناس لأسباب داخلية لديهم أخرى. وفي نفس الوقت لدينا سياسة جرية جدا في بلادنا لكي نحسنوا الظروف العمل والمواطنين بالاتفاق مع الفدراليات التي يعملون في جميع القطاعات. وأهم شيء نبدأ ونتعلم كاملا باستشراف الكفاءات التي يكون على مستوى المقاولات ويكون على مستوى الدولة وهذا العمل سوف نتكلم عليه بشكل دقيق في شوتنبر المقبل لأننا قطعنا فيه أشوات كثيرة. المهم في هذا الشيء هو نتعارضهم مع ما نتعاملهم ونوعيون الناس على أن كذلك حتحنا أولوياتنا والمواطنات والمواطنين نسمحوا لهم بشي يكتشفوا ميهن أخرى ودول أخرى لأنها فيها غينة للمغرب وشي هو الخطاب صاحب الجلال على الكفاءات المغربية التي كنا في الخارج كذلك كفاءات المغربية قرار في المغرب حتى هو اليوم أصبح من الأمور التي تطرحها على الرأس الإنسان من أن تكون لديه أسرة وعند أطفال ويغير بهم واحدة تربية وفق واحدة المبادئ القيمية ربما لم يكنها في الدول أمشي معاك المحور الآخر وأيضا وديع أيضا السلفي فهي العلاقة ما بالحكومة والفرقة الاجتماعيين الآخرين يعني بالنقابات بالمقاولين أمشي هناك موضوع بالضبط ونجعله بأنه يتكلم أيضا عن الحوار الشمائي ولكن واحدة نقطة بأنه ربما يعني نعقل هناك موضوع عن قانون الإضراب تقريبا الآن 30 سنة ونحن نسميه قانون الإضراب وقانون الإضراب الحكومة التي جاءت تقول أن كان يوجد قانون الإضراب في النظيم وكتشي تشيدك الحكومة وكتشيدك الوزير وكتشيدك الوزير الأول أو رئيس حكومة والقانون لا يخرج أنت تكلمتي بأنه قانون الإضراب يريد أن يخرج يعني في الأسابيع أو في الأشهر لم أعطيتش في الضبط الزمن ولكن تكلمتي بأنه شيء يوجد واجد وصلنا في القانون الإضراب واجد 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 نحن نحوار الاجتماعي أولا دي مناسبة باش نحييي النقابات وفرقة اجتماعية بما فيهم الممثلين للمقاولات لأنه كان واحد عمل وطني غير مسبوك تفقنا فيه على شيء أمور طبيعة الحال مني كانت تفقوه ندخلوه للتنفيذ مني كانت تدخلوه للتنفيذ نعاودون تذكروه في عدد المواضيع ولكن كمقاول في الاتفاق دينا ما برزا السنة الماضية هو اتفاقات قطاعية كبيرة ثلاثة اتفاق في الصحة اتفاق في التعليم العالي واتفاق كبير في التعليم الذي وصلنا له في ناير 2023 هذا المجهود الذي يدار في هذه الاتفاقات كانت أمور أخرى وطررت أنها تسلنا قليلا من ذلك الوقت بشرنا العمل بما يخص القانون التنظيمي الذي يحدد الحق الدستوري كيفية ممارسة الحق الدستوري للإدراء ومن كدب شعلك رغم أن تسهل أن تذهب إلى قانون ومحطوط أصلا في الغرفة في البرلمان وتبدأ تنقش يعني عندك الأغلبية من ناحية السياسية ولكن لازم على أن نحترم الفضاء للحوار الاجتماعي اللي بلغنا ندروله المأساسة وعلى هذا الشيء خدينا واحد الوقت تكلمنا مع النقابات كل نقابة بوحدها أعطونا واحد الأفكار والتصورات ديالهم دقيقة جدا وهذا عمل تقني كبير تكلمنا على قطاعات وزارية لأن عندها إشكاليات أو خصوصيات في واحد العدد ديال المهن واليوم وصلنا الواحد المسودة إن شاء الله اللي كنظن أنها جاهزة وفيها جميع الأمور اللي خاصة تكون فيها ما حل نقوله ذاك عاد طاب الأجل هو الأيام القليلة المقبلة ماشي حتى الأسابيع القليلة المقبلة إن شاء الله باش نوضعه على الطاولة وطبيعةها غيكون نقاش وهو شيء طبيعي جدا كان الأمور اللي ممكن لها تدوز الأمور اللي ممكن تكون فيها ولكن هذا الموضوع بالنسبة لي في العدد العكسي دياله باش نقدرون نخرجهم منه إن شاء الله ونتمنى نخرجهم منه بواحد شكل توافقي لأن الهدف ديالنا كحكومة ما ننسوش اجتماعيا أننا نحافظوا على الحقوق ديال الناس لأننا ما نخليوش الأمور تكون ما بين العرض والطلب وما بين اقتصاد السوق نحن بلاد مسؤولين على المواطنين ديالنا واش نحافظوا على الحقوق ديال الناس الحكومة تأخذوا واحد واحد الاحتراس واحد الاحتراس كتير واش نعاونوا طبقات ديالنا بحاجة إلى الحكومة ما نشهدش في الحصول على توافق ما بين النقابات والبطرونة حول هذا المسودة ديال القانون ديالإدراء واش الحكومة آنذاك سيتمشي تختار الخيار الذي أتكلمت عليه قبل قليل وأنه تمر القانون مباشرة وتحمل مسؤوليتها مدام عندها أغلبية مريحة في البرلمان لا نقول هذا الشيء لأنه الآن نسمعوا النقابات ونسمعوا الكلام ديالك كي بل لأنه الحوار سمن على عسل ولكن نسمعوا دابا نقابات منذ فاتح مي يعني ما كانش عرس عمالي فاتح مي ديال 2023 كان مشاكل حقيقية يعني نشوفه الآن النقابات كتقول النقابات بأنه ما كانش نقاش على القانون ديالإدراء بما لم تكن هناك زيادة عامة في الأجوز كان مشو البترونة كتقول لك لا يمكن أن يكون لسيجوام كتقول لك ما كانش زيادة ديالشطر التاني ديالسميق ديالحد الأدنى للأجر إلى ما كانش قانون الإدراء وبالتالي نحن دابا في هاد الدوامة يعني كيفاش تتعامله مع هذه الوضعية نحنا تعاملنا مع هذه الوضعية ما شغل تزيده في الأجوز نحنا تعاملنا مع هذه الوضعية هذه من الطبيعي جدا لما أمري ما قلت كين سمن على عسل لأنه طبيعة المحاورين والفرقاء هي طبيعة بطبيعة الحال كل واحد عنده واحد المصالح معينة كمصلحة المقاولة والتنافسية اللي بها بش وقف المغرب اللي بها بش كنخلق فرص الشغل اللي بها بش غنمشي وبعيد كمصالح شغيلة مخصي يكون الدولم في البلاد مخصي يكون الترد العباد الله من الخدمة مخصي يكون الحقوق عندنا مخصي يكون واحد العدد دي الأمور عندنا والحكومة قصت تلعب واحد دور عليها نص دي السؤال كنا ما غير نجاوبك شغيلة عارتي علاش لأننا نخدام والعمل دينا الحمد لله يعني متقدم نغير نقول كرير راح الجواب بسيط ما كنتشي نقابا سحبت من الحوار الاجتماعي نرى مسألة مهمة ثانيا من الطبيعي جدا أنه يكون نقاش وخلاف ثالثا منك نقول واحد القانون بهذا المستوى في النقاش الطبيعي يكون نقاش أما مآل النقاش بطبيعة الحال مؤسسة كلها تلعب الدور دي لها ولكن نحن كحكومة لدينا الأولوية المؤسسة يعني الحوار الاجتماعي لأننا نريدها تكون رغم الصعوبات ورغم الضرفية الصعبة تكون تقوم بالدور دي لها وفي هذا الشي دي لتحسين الظروف راه الاتفاقات القطاعية بثلاثة اللي وصلنا لها راه فيها تحسين الظروف حقيقية صحبة هذا الأسبوع تحدثت نقلاً عنكم سيد الوزير بأنه عندكم نية دي لها الزيادة في الأجزاء هل تؤكدون هذا الخبر؟ نحن تفقنا على أنه إن شاء الله سيكون رفع في السميق يعني في الدخول المقبل وغادي نسلو تقديم يعني هدف الاتفاق دي لها في 2020 أنا كتكلم عن القطاع العام لا نجيك والتحجنة قديمة شي الحاجة اللي ما تدرتش راه ما زال ما تدرتش حتى الدار هذه أمور تفقنا عليها لأن الأجراء دي لها ما سهلش لا ما سهلش لأن كين التزامات دي الجميع ولهذا تقدم دينا في الأشغال دي القانون التنظيمي دي الإضراب وبداية النقاش دي المدونة الشغل واللي الحمد لله النقابة بنفسها كتقول ما عندها تشي طابو وجاء الوقت باش نحطوا هادشي على أرض على طاولة النقاش واللي غن توصلي ما ننساوش واحد القادية راح نوح الورش كبير اسميته الاستثمار راح باش هاد الورش يمشي باش يخدمون الناس تخيل معايا لو أنه عندنا ناس أكبر في العمل لو عندنا بطالة أقل راح نوح العدد دي النزاعات الاجتماعية اللي كينا ما غتكونش وغنوليه في نقاش واحد آخر أكتر راحية بالنسبة للقطاع العام تفقنا على أنه تكون واحد اللجنة احنا غدي نفعلها باش توجد المعطايات اللي عندها علاقة مع قانون المالية ودرس جميع الإمكانيات المتاحة بالنسبة للأجور في القطاع العام علما أنه ما ننسوش هادشي اللي يدار في القطاع العام على المستوى الاتفاقات القطاعية في حد ذاته راه فيه واحد الحمد لله تحسين غير مسبوق للظروف العمل الوقت كي مر بصراغة ماشي معاك المحور الشق السياسي والحكومي أخرج كامل كنا نتحدث عن السياسة بطبيعة العام ولا كامش معاك الشق السياسي والحكومي يعني تقريبا الأمر تقريبا سنتين على عمر الحكومة اللي ينفع برأسة السيد عيز أخنوش وكينا انتقادات كبيرة جدا للعمل الحكومي انتقاد للتواصل الحكومي لغياب بعض الوزراء في النقاش السياسي كينا كتكلم أيضا على الضعف البرلمان ضعف المنتخبين ضعف النقاش السياسي أيضا في البلاد عدم قدرة الحكومة كلها بانتقادات عدم قدرة الحكومة على مواجهة الغلاء والاحتيكار أحيانا في نهاية الحكومة شنو كتدير هيا معك سعبد لا يعرفت في نهاية الحكومة شنو كتدير سينو السكول لا هيا معك سعبد لا شوف الحكومة بدأت بوحد العمل الوتيرة دي العمل واتيرة قوية جدا قوية قوية جدا لأنه كان وجهه صعوبات ما كناش قاع توح ما كانت توقعها يالله كنا كنخرجون كوفيد العقلته في فبراير مدلعت الحرب الأزمة ما بين أوكرانيا وروسيا شفنا ذلك ارتفاعات الصاروخية دي الأسعار سلاسل الإنتاج كلها تبعترات لأسباب جيوستراتيجية كملناها بالمشكلة الإشكالية المناخية ولكن الحكومة قد شدها قد شدها درنا اتفاقات اجتماعية درنا ثلاثة إصلاحات جوهرية في التعليم الصحة والتعليم العالي درنا برامج واقعية ها أوراش مئة ألف ديال الناس ناس كنت تشوفوا الناس في أرض وما كان فيها لا وزيعة لهم يحزنون حيدنا الفلوس الوسطى وحطيناهم في صندوق الوطني الضمان الشناعي مداز العام حتى درنا برنامج آخر ديال مئة ألف مقاولة في القطاع غير المهيكل ووجدنا واحد العدد الأمور ما هو وقع في السياحة ما هو وقع في الصناعة ما هو وقع في الاستثمار ما هو الجنال الخرادية للاستثمار يعني واحد العدد كبير عشرات البرامج الاستثمارية بفرص شغل حقيقية كين تورا حقيقية في البيض وقع تواصل طبيعة الحال كين تواصل وتواصل تواصل أنا شخصيا كين بني على الأمور اللي كان نجزوها مشي على وعود مستقبلية أنا مليكين أوراش كان جي نتكلم على أوراش مئة ألف مقاوين كان جي نتكلم على مئة ألف مقاوين قانون ديال الإضراب والحوار الاجتماعي كانت تكلم على أمور عملية ديال بالصحة هذه وقعت مع فرقاء إلى آخره العمل اللي بغي نديره في حد الأسئلة بدون تتكلمتي على إشكارية التواصل اللي تتكلم على كينة إشكارية ديال التواصل الداخلي وسط الحكومة وهذه ما شاءنا نتكلم يقولها الحزب ديالكوب حزب الأسئلة والمعاصرة في البلاغ من بعد الاجتماع ديال المكتب السياسي ديال الأسئلة والمعاصرة في مي كان واحد البلاغ اللي قرأ لك جزء منه المكتب السياسي يدعو بهذا السدد رئاسة الحكومة إلى حرصها على تكتيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية وكذلك الحوار الفعال مع وزرائنا يعني نستشف من هذا بأن هناك إشكارية التواصل ما بين الوزراء داخل الحكومة هل الوزارة ديالكم سيونس كوري معنية بهذا البلاغ بمضمون هذا البلاغ شوف منذ الاستقلال والمغرب يحلم أن تكون له أغلبية حكومية منسجمة ومقلصة الأحزاب من ثلاث الأحزاب أرى الحكومات ديالنا كان فيهم ستوصب عادية للأحزاب كان فيهم 40 و 39 وزير وعدزيدوا تبدول وعدزيدوا الوزراء المنتدبي لأول مرة وصلنا بعد تغيير جدري في الأغلبية الحكومية إلى حكومة من ثلاثة أحزاب 25 وزير فأولا هذه مسألة خصنا نعرفه نخرجه من الدرفية وهذا النهار وهذا السنة وهذا التاريخ اللي كان نظروا شوفوا التاريخ شي حاجة خصنا نحافظو عليها كمكسب من المكاسب ديال العمل السياسي نوصلنا لهذه ثلاثة ديال الأحزاب بلص ما يكونوا عندنا بزاف ديال الأحزاب شي غادي هكا شي غادي هكا من الطبيعي في الأغلبية نحن نتكلمون عن نواب ديال نواب ديال وخاهم جزء من الأغلبية لا يتزأ ولكن نائب البرلماني وأولا كمتل المواطنات والمواطنين ديال أنا المائب البرلماني ديال العصالة والمعصارة ملون أنتم شوفوا الجلسات ديال البرلمان إذا عنده شي حاجة ما عجبه ما عجبه عند الوزير من الحزب دياله راتيجي تقول يا فوجي سيد الوزير سمح لي نحن نتمين وما تقومون به ولكن الله يخليك أنا في المدينة ديالي الناس هاش نوقع لهم ولا هاش نوقع لهم أخسني نجاوبه إذا سمح لي نكملك الحالة ديال المهاجر ديال عضو في الحزب ديال نحن لتتكلم على الأغلبية الحكومية يعني وقع ديالي مشاكل وقدر الناس ما عارفون هذا المستوى النجج اللي وصلنا له ره سعيب جدا إذا خلصنا نستمر من طبيعي جدا أنه ربما كتكون يعني التواصل تقدر تكون حاجات تقدر تكون جوش تكون مغير واحد نسيق وهذا شيء طبيعي جدا والمضمون ديال هذك البلاغ كان غدي في هذا الإطار المهم والأغلبية منسجمة وانتو مشتوني انا كنت تكلم تنفذ الوزارة على سياسة قطاعية ديال وزارات أخرى ليست من الحزب اللي ينافيه يعني من الحزب ديال الأحرار من الحزب ديال الاستقلاء وكأنهم هم اللي تتكلمون بالنسبة لي أيضا ربما انتقاد ربما هذا مشكلة عندكم في الحكومة الحالية وبأنها يغلب عليها نفس تكنقراطي أكثر من نفس السياسي الحكومة لفاتس مثلا فكنا كنا كنا عرفوا التوجهات على مستوى القيام على مستوى ديال الأمور الآن نحن عايش بأن نعرف الحكومة كيف تفكر على مستوى القيام على مستوى الحرية الحرية العامة حرية الشخصية لا عرف كيف تفكر وكيف لا لديكم مشكلة بأنه هذا النفس التكنقراطي الموجود في الحكومة حاليا يغطي على النفس السياسي وعلى الجانب السياسي في الحكومة هو الجانب السياسي حاضر لماذا؟ لأن نحلل الظرفية التي نحن فيها نحن نحن بعد الأزمة عالمية غير مسبوقة واحدة من الجوج ستبدأ تخدم لكي تحل المشاكين لعباد الله ستبدأ في شيء الذي كان قبل لا تريد أن نتكلم عنه كثير يجعل الكلام كثير من الأرض الواقع تجد محطة لتحليات المياه تجد مدن فيها 3-4 مليون للناس لا يمكن أن يكون غير شرب الماء إذا لم يكن الخدمة تجد استثمارات ما تجد البراجات ما تجد الكفاءة ما تعالجت و الجامعة فيها لا أعجز هذا لا نحن نجد جهات في التراب تعاني من مشاكيل حقيقية لا يمكن استثمار السياسة هي أولا أن تحدد الأولويات في تناهم مع ما تريد الساكنة والمواطنا أنا قلت لك في قل من سنتين كان عندي الشرف نزور 12 جهة جوجبارات ووزارة كلهم تبعوهم رهما كينين على أرض الميدان كين اللي تتكلم أقل ولكن كل شي يخدم كل شي يخدم والكمال ولله وما كان تشي مشكيلي لتنتقدات الحكومة ولتنتقدتنا شخصيا أعطي لماذا تكون كتدير السياسة بعد من نحن لبرلمان مجلس النواب لمجلس المستشارين اثنين ولا ثلاث الأسئلة الشفوية نكون فرحان لماذا لا لدي دائما الأجوبة على جان 100 الأسئلة التي يطرحوا به وهذا هو العمل السياسي وهذا لذلك نستمع السياسيين والمواطنين وقعدنا خمسة دقائق سأذهب معكم حزب أصالة والمعاصرة بأنكم مقبلون على مؤتمر وما ستكون تغيير القيادات في المؤتمر الجاي وكيف ترى قيادي في الحزب ووزير اسم حزب هل ترى هذا المؤتمر هل هناك رغبة تغيير القيادات أو وطني يعني البرلمان ديال الحزب اللي غادي بداي يوجد المؤتمر ديال الحزب أول حاجة مهمة المؤتمر إن شاء الله يعني الوقت دياله راح معروف غيكون في البداية ديال السنة المقبلة كل شي عندنا طبيعي تغيير القيادات في الحصرة والمعاصرة ما عمروما كان مشكل أصلا كيكون مشكل في حالتين يوم يكيكون قيادي ديكتاتور يريد يمدد الولايات الثالثة الرابعة والعاشرة لا يوجد هذه المشكلة لا يوجد أحد لا يوجد الولايات دياله يعني ما تكون عندك فقر في الأطور والكفاءات والقيادات وأنتم لا ترى الحمد لله الأداء في الحكومة كي دير بعدما كان يقال قبل من ندخل الحكومة نربى ما العصر المعصر ما عمرو مشارك في الحكومة لا يوجد الكفاءات الحمد لله أن الوزراء كلهم نخطئ ونصيب ونتمنى أن الأجر الذي يصيب وهو أجرين ولكن العمل ركاين الكفاءات كاين الحزب عمر بالنساء والرجال والمؤسس 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 في نظار الحزب وخدمة وخدمة ودار العمل عن الميدان ودار المؤسسس الجهوية وفيه الشباب وفيه النساء وفيه الأطور وفيه الموجود في الحكومة وفيه فارق برلماني قويت في الغرفة الأولى وفي الغرفة الثانية لا يوجد مشكلة لا يوجد عقدة والذي يريد أن يجي مرحبا بيها يوم سكوري جئتين هنا ودفت السياسة أقول لك وواش آه للا أنا جاوبتك أنا جاوبتك السياسة وملتو تصريحاته قال بأنه حان الوقت لتفكير في قيادة جديدة من الشباب وما أنتم معلين بهذه الإشارات هل تقدر تصولني نقول لك هذا دبافات ساعة في القيادة الحزب لا في القيادة الحزب لا ونحن رأى في المكتب السياسي شوف دبافة في المكتب السياسي تنقرروا التوجهات الحزب تنفذوا التوجهات الحزب تشوفوها من خلال الأوراش الاجتماعية التي تلقى الحكومة وسحب كوماتي يأتي بوحدهم نسمى البرنامج الحكومي والإصرار على الدولة الاجتماعية تحنى جزء من هذا الوجه الاجتماعي الذي لا يتجزأ من الديمقراطية الاجتماعية التي هي الأساس لديل الحزب وليل نغني به الأحزاب التي يتعني في الحكومة التي تومها عندهم توجهات نحترمها ونلتقي في أغلبها فالموضوع هو هذا من كليش نتكلم أنا غير رفهم الموقع ديلي من كليش نتكلم بإسم المناضلات والمناضلين وش هنالك التوجه إذا كان هناك من التوجه يعني أنه الناس متفقين قبل ما يدخلوا للمجلس وإذا قد تفقوا ما يدخلوا للمجلس لا يدخلوا إلى المجلس الوطني بالعكس خلينا الناس تجتمع والذكر وكين الأداء دينا غير ما بغيت نقول لك ما لدينا عقدة حيث ما عمرها ما كانت هذا ليس كلام سياسي أو كلام لتزين الموقع المحترم الذي نحن فيه هذا كلام يستند على التاريخ أنتم ترونه في التاريخ للأصالة والمعاثرة الأمم العامين تغيروا ما عادي جدا وإذا كانت الأمين العام مرحبا به وإذا كانت عنده رغبة في تجديد مرحبا بها وعلى أي حال الحزب لا يوجد تتم مشكلة مشاء أمين عام يجي أمين عام مشاء وزير يجي وزير مشاء مناضل يكون مناضل معنى تتم مشكلة الحزب عمر بالكفاءات وعجد تبنت من يدخلنا للحكومة لأننا شفنا القيمة اللي كيغنيوا بها المناضلين دينا والمناضلات دينا العرض السياسي والعملي دي الحزب في الحكومة وفي الجامعة الترابية كذلك شكرا لك سيونس كوري وصلنا لنهاية البرنامج مرة أخرى كسيونس كوري وزير إدماج القيساد والمقاولة الصغراء والتشغيل وكفاءة الحضور دينا وكنت عيار لأننا جاءت من السفر بعيد وأصريت بأنك المشاكل برنامج مباشرة مرة أخرى كنشكرا لسيودي المدن مدير موقع 360 كنشكرا للمشاهدين الكيرام هذه هي آخر حلقة في هذا الموسم مرة أخرى كنشكرا لجميع كنشكرا لطاقم التقني اللي كان دائما يساهم في إعداد هذا البرنامج كنتمنى والناس يمشيوا عطلة سعيدة والناس يبقوا لأنه بتوفيق إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة